العقل تسامى بالفكر والوعي شعارا للعمر بغد نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطغي الرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أعزائي طلاب الشهادة الثناوية العامة وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم مع درس جديد من دروس القواعد وهو درس أسلوب القسم فما معنى القسم؟ وما أركانه؟ وكيف نؤكد جملة جواب القسم؟ أولا تعريف أسلوب القسم هو أسلوب يراد به تأكيد المعنى وإزالة الشك من ذهن السامعي فإذا رأيت شخصا يريد الإفطار في رمضان قبل غروب الشمس وهو يظن أن الشمس قد غربت تقول له والله إن الشمس لطالعة بالتوكيد والقسم لتزيل ما في نفسه من شك أركان أسلوب القسم مثال ورب الكعبة لقد انتصر الحق نجد أن أسلوب القسم هنا قد تكون من أداة القسم وهي الواو والمقسم به وهو رب الكعبة وجملة جواب القسم وهي لقد انتصر الحق ونلاحظ هنا أن جملة جواب القسم جملة فعلية مثال آخر ورب الكعبة إن الحق واضح أذة القسم المقسم به رب الكعبة جواب القسم إن الحق واضح ونلاحظ هنا أن جملة جواب القسم جملة اسمية إذن أسلوب القسم يتكون من الأداة وهي إما حرف كالباء والتاء والغاو تقول بالله وتالله ووالله أو فعل أقسم بالله أو أحلف بالله أو اسم يمين الله لعمرك أو أيمون الله والمقسم به كل شيء عظيم في نظر المقسم ولا يقسم إلا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته المقسم عليه وهو جواب القسم وهو الجملة المرادة من القسم وتكون جملة فعلية أو اسمية كما مر تمرين حل الأركان أسلوب القسم في كل من الجمل الآتية قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر أداة القسم الواو والمقسم به العصر وجملة جواب القسم إن الإنسان لفي خسر قال تعالى قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم أداة القسم التاء والمقسم به الله عز وجل وجملة جواب القسم إنك لفي ضلالك القديم بالله ما قلت فيك إلا خير الباء أداة القسم والله سبحانه وتعالى المخسم به ما قلت فيك إلا خير جملة جواب القسم والله إن الحق لغالب ولو بعد حين أداة القسم والمخسم به الله عز وجل وجملة جواب القسم إن الحق لغالب توكيد جملة جواب القسم نتفق أولا أن جملة جواب القسم لا تؤكد إذا كانت منفية ومعنى الجملة المنفية أن تسبق الجملة بأداة نفي وأدوات النفي هي ما ولا ولن ولم وليس توكيد الجملة الاسمية تؤكد الجملة الاسمية بإن وحدها أو اللامي أو إن واللامي الأمثلة والله إن الحق واضح الجملة الاسمية هي الحق واضح أكدت هنا بإن فقط أصبحت الجملة والله إن الحق واضح والله لا الحق واضح أكدت الجملة هنا باللام فقط والله إن الحق لواضح أكدت الجملة الاسمية بإن واللام وكما تعلمون أن الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم أما الجملة المنفية فلا تؤكد مثل والله ما الأمر صعبا أي ليس الأمر صعبا إذا كانت الجملة فعلية فعلها ماضي نؤكدها بقد أو لقد الأمثلة والله قد فعلت الصواب فعل فعل ماض وأكدت الجملة هنا بقد والله لقد فعلت الصواب أكدت الجملة هنا بلقد أما الجملة المنفية فلا تؤكد مثل والله ما أمطرت السماء ما أداة نفي دخلت على الفعل الماضي فلا تؤكد الجملة المنفية إذا كانت الجملة فعلية فعلها مضارع نؤكدها باللام ونون التوكيد مثل تالله لينتصرن الحق أما الجملة المنفية فلا تؤكد مثل والله لن أهمل دروسي فلن هنا أداة نفي دخلت على الفعل المضارع أهمل فانتنع توكيد الفعل المضارع تمرين حدد جملة جواب القسم وأداة التوكيد في الأمثلات الآتية الجملة جواب القسم أداة التوكيد الجملة الأولى قال تعالى وطالله لأكيد أن أصنامكم جملة جواب القسم لأكيد أن أصنامكم أدوات التوكيد اللام والنون قال تعالى فالله لقد آثرك الله علينا لقد آثرك الله أدوة التوكيد ألا مخد المثال التالي والله إني لأخو همة تسمو إلى المجد ولا تفتروا إني لأخو همة إنا ولا بالله إن الدين ليسر جواب القسم إن الدين لا يسر أدوة التوكيد إنا ولا الخلاصة أسلوب القسم هو أسلوب يراد به تأكيد المعنى وإزالة الشك من ذهن السامع أركان أسلوب القسم ثلاثة وهي أدوة القسم مقسم به وجواب القسم تؤكد جملة جواب القسم المثبتة بالمؤكد المناسب لها وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر